السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا تطبيق عن الفيديو السابق. رأينا في الفيديو السابق بعض طرق التحديد من أهم هذا التحديد باستخدام Position. ثم رأينا نودين مهمين جدا وهما Scale Element والExtrude. هذا ما سنستعمله اليوم لعمل مزل بسيط هنا وهو مجرد التطبيق. حدد هذا وأذهب إلى Geometry Node ثم أضغط New. دائما إبعاد هذين حتى لا يفتل انفجار. ثم أضغط Shift A ثم أتي مباشرة إلى Position. الآن نعلم أن هذه تحويل معلم متعامل متجانس وهو هذا المعلم الذي نراه الآن. فنقطة الصفر هنا والزائد Y هنا والنقص Y هنا. النقص X الزائد X هنا والنقص X هنا. لذلك سنستخدمه لعمل بعض التحديدات. أولا أخذ Shift A وهي نوع جديدة كذلك. ثم أضغط Transform وهذه تحرك هذا المكعب كأنه في Object Mode لهذه الطريقة. أضعها هنا ولا أستطيع تحريك أي نقطة منفصلة لأنها تلاحظون أن هذه عبارة عن دوائر. أينما وجدتم دوائر فهي تتعامل مع الشكل ككل ولا تتعامل مع النقاط. تلاحظون أن هذه مربع فهذه تتعامل مع النقاط. لذلك كل ما ترى هذه هو نقطة الأصل هنا فتحاول نقلها. لذلك أنقلها على الزي هنا وحدة واحدة. ثم بعد الآن أتي وأضغط Shift A وأضيف Subdivide. Subdivide مش وليس Subdivision Surface حتى تحافظ على. ثم بعد ذلك الآن أستخدم هذه البوزيشن في تحريك هذه الحفة هنا. هذه فقط. وحركها إلى الأعلى. لذلك أبدأ الآن بفصل العناصر. كما فعلنا في فيديو سابق أمكانك مشاهدته. أضغط الآن separate XYZ. لكن أولا لتمثيل هذه بشكل جيد ولرؤيتها بشكل أوضح. أضعها هنا في هذا المخرج. بعد ذلك آتي إلى هنا. Geometry and Modifier. لاحظون أنها فارغة هنا يجب تسميتها سأسميها Z. وانتهى الأمر. ثم الآن إذا أتيت إلى الشايدن. أقسم هذه ثم آتي إلى هنا وآتي إلى الشايدن. ثم آتي إلى الماتيريال الخاص به وهو الماتيريال الافتراضي إلا لم يكن موجود. تضغط نيو هنا. ثم أضغط shift A. وآتي إلى input ثم آتي إلى attribute. وأنقل هذه الزي إلى هنا. زي. فإذا ضغط control shift وضغطت هنا. وآتي الآن لهنا. فيمكنني استدهارها ورؤيتها تلاحظون أنها سوداء هنا عند المنتصف. عند السفر. وهذه طريقة لإخراج الأشياء من Geometry Node إلى Shader Editor. نفعل هذا طوال الوقت وسأعلمكم ذلك في الفيديوهات المستقبلية إن شاء الله. وهذا ما نريده لا نريد عمل تحريك للأسطح السفلية. نريد عمل تحريك لشيء من الأعلى هنا وهو هذا. لذلك إذا استخدمت الآن Set Position وهي التي تحرك النقاط تذكرون أن استخدمناها Set Position. هذه Set Position يمكنك تلاحظون أنها عبارة عن مربعات أي يمكنك تحكم في النقاط بشكل ما إذا استطعت أن تحددها هنا. إذا لم تستطع أن تحددها فهي تحركها كل. لذلك سنستخدم هذا التحديد مثلا ونرى ما الذي سيفعله. أضعه هنا. افتراضيا ينبغي أن لا يحرك شيء في الأسفل هنا. وسيحرك الأعلى كليا. لنرى ذلك. نعم تلاحظون ذلك. لكني لا أريد أن أحرك الأعلى كليا. أريد أن أحرك هذه الزاوية الحفة فقط هنا. لذلك سأستخدم كذلك Y وليس الـ X الـ Y. ثم تذكرون أن إذا أدخلنا في أبسلوت سيصير الـ Y النقص Y زائد والزائد Y زائد والمنتصف فقط سيصير أسود. لذلك سأضغط Shift A Utility Math بإمكانك أن تضغط هنا Search وتضغط Math ثم تحولها إلى Absolute ولكن الـ Y وليس Z. فتلاحظون ذلك السواد في المنتصف والبياد عند الأطراف. لكن لا نريد العكس. إذا أردت أن تعكس أي تحديد في Blender فما عليك إلا أن تنقصه من واحد. لذلك Substract أجعل هذا واحد ثم آتي بهذا إلى الأسفل. فإذا آتيت بهذا الآن إلى هنا تلاحظون أنها بيضاء هنا وسوداء عند الأطراف. إذا أردنا جمع بين هذين التحديدين حتى نحصل فقط على هذا المنتصف الأعلى فيجب أن نضرب هما في بعضهما. إذا كانت Z هنا سوداء هكذا وفي كل شيء آخر بيضاء. وكانت هذه الـ Y هنا وهنا سوداء وسوداء في كل شيء آخر بيضاء. فحيثما وجد السواد سيحتفظ به إذا ضربت وهذا أمر واضح جدا لأن الصفر في عملية الضرب دائما نتيجته صفر. مهما كان الرقم فنتيجته صفر. إذلك أضغط شد D آتي بهذه إلى هنا. حاولها إلى Multiply. آتي بال Z إلى هنا. ثم الآن إذا وضعت هذه هنا. أو قبل ذلك أضعها هنا. ستلاحظ النتيجة. كل هذه السوداء في مع ذا هذه العلوية. لا تهتم لهذا ولا أدرين ما يحصل. وربما هو بسبب من النقاط أو شيء من هذا. لا أدري. لكن ما نريده هو هذا وهو أبيض. إذا حركته الآن تلاحظون أنه تحول إلى منيزل. ثم الآن أريد أن أمد هذين السطحين هنا. أعملهما إكسترود حتى يسير عندنا سقف منزل. لكن قبل ذلك أريد تصغير هذا المنزل. ليأتي الطريق. لكن قبل ذلك أريد تصغير هذا المنزل لأنه يبدو طويل جدا بلا فائدة. ليست هذه المنازل صراحة. ذلك آتي إلى هنا للترانسفورم. وآتي إلى سكال على الزي وأصغيره. لاحظون أنه بمجرد ما طلع من الأرض حدثت له هذه المشكلة وهذا سهل جدا. سنعيده إلى الأرض الآن عن طريق تحريكه هنا. نتراحظون ذلك. أظن أن هذا مناسب. ثم الآن سنعمل ذلك الذي أخبرتكم عنه وهو التمديد هذين السطحين. والأمر بسيط جدا. نحتاج إلى ماسك يكون أسود في كل هذه وأبيض من هنا فصاعدا. وهذا بسيط جدا. عن طريق استخدام الزي بكل بساطة. إذا أتيت إلى هنا. أتيت إلى هذا الزي. فتراحظون أنها أسود هنا وأبيض هنا. لذلك أستخدم Extrude Shift A Extrude Extrude Mesh. راحظون أنها تعمل Extrude لكل شيء. إذا أتيت إلى هذا الزي الآن. إذا وضعتها الآن في الSelection. راحظون أن النتيجة ليست مرضية تماما. هي فقط حدفت لنا هذا الذي في الأسفل. لذلك نحتاج إلى إصعاد إن صح التعبير هذا السواد إلى الأعلى بعض الشيء. حتى لا يبقى البيض إلا في هذه المنطقة هنا. لذلك آتي الآن إلى هنا أنسخ هذه Shift D وحولها هذه Math وحولها إلى Substract لأن هذه الآن عبارة عن صفر. وكل ما هو أسفل هنا هو قيم سالبة. فإذا بدأنا بالإنقاص فستبدأ هذه القيم السالبة بالزحف إلى الأعلى. وسيصير الصفر هنا. وهذا منطقي. تسير هذه قيم سالبة. أو هنا. وتسير هذه قيم سالبة. إذن سيجب إنقاص بعض الشيء. آتي بهذا إلى هنا. آتي بهذا إلى هنا لرؤيته. تلاحظون أنها بهذه الطريقة إذا بدأت الآن نزيد في القيمة فستزل إلى هنا. أظن أن هذا سيكون كافي. ثم أحط هذا هنا. لاحظون أن ما زالت بعض الشيء يجب أن نزيد في القيمة. ما تلاحظون أن حصلنا على المراد. وهما هذين السطحين. لكن تلاحظون هذا المشكل لأنه هنا معد على فهو يدفع كل سطح بانفراض لذلك اضغط على هذه تلاحظوا انك كبير جدا لذلك اخفضه الى هذه الدرجة لكن الان اريد بهذه الاتجاه الامر بسيط جدا تلاحظون هذه هي هذه الاسطح والسايد هي هذه الاسطح الجانبية التي استحدتها هنا لذلك فالامر بسيط جدا وهذا بكل تأكيد لذلك فالامر بسيط جدا نعمل اكسترود اخر لكن سنستخدم هذه الصايد لذلك اتي الى هنا فاذا كبرناها تكبر واذا صغرناها تسقر لان كان هنا معالجة هذا وذلك عن طريق استخدام ماسك يكون مثلا ابيض في الجهتين هنا بحيث يعمل اكسترود والسود هنا بحيث لا يعمل اكسترود الامر بسيط جدا يمكننا استخدام ونضخله في الابسلوت لذلك نأتي الى هذه الابسلوت اضع تشيب دي انزلها الى هنا اتي بال اكس الى هنا وارى كيف هي هذه الابسلوت شيء اضعها هنا ثم ارى نعم هذا ما نريده اذا وضعتها هنا مباشرة ليس في السيلكشن ولكن هنا في الافست هذا الافست يتحكم في كبر حجم الاكسترود فاذا كان صفر فهو لا شيء اذا كان هكذا واذا كان بالنقص فهو هكذا اذا وضعت هدف سيكون صفر هنا في المنتصف عند هذه الزاوية عند هذه الحفة تماما وسيكون جيد في الاطراف وهذا ما اريده ذلك اتي به الى هنا لاحظون ان احدث شيء ما لكن ليس بالضرورة حدث هذه ولا ادري لماذا لذلك ساستخدم اخرى شفد دي واضعها هنا تلاحظون ان حصلنا على النتيجة المرغوبة بياتي الطريقة هكذا صنعنا هذا المنزل بسيط فيديوهات القادمة باذن الله سنزيد التطبيق ونعمل ابوابنا ونوافد لهذا المنزل ثم بعد ذلك نعمل حديقة محيطة بهذا المنزل وباب صغير وربما شجرة او شجرتين كل ذلك بالجيومتري نود تطبيقا لكل ما سبق وسيكون هذا نهاية الدورة لذلك الان انتهى الفيديو هذا كل شيء اذا عجبك الفيديو لايك سبسكرايب تعليق انشيت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته